هذه المدرسة العريقة التي يلتحق بها حوالي ألف ومائتي طالب وطالبة تأسست عام ألف وتسعمائة وخمسين وتخرج منها أكثر من خمسة آلاف طالب عدد كبير منهم تبوأوا أعلى المناصب في الأردن ومنهم منهم أعضاء في الحكومة الحالية كلية دي لسال فرير لها تاريخ مشرف وعريق في رفض الحركة السياسية والثقافية في المملكة الملك عبدالله الأول هو شجعنا أن نفتح هذه المدرسة الملك حسين كمل علاقاته معنا وفي هذه المدرسة كبار ناس اللي اشتغلوا وحبوا أن يكون ولادهم معنا إدارة مدرسة الفرير التي تضم في عضويتها التدريسية والإدارية أكثر من 130 عضوا له استراتيجيتها الأساسية القائمة على تخريج أجيال كفؤة وقادرة على إشغال القيادات المختلفة في الواقع نحن في الكلية نسعى دائما إلى الوصول بالطالب إلى الإنسان الكامل نسعى لأن نجهز طالب لأن يكون ناجح في القرن الواحد عشرين نسعى أن يكون الطالب ناجح على جميع المستويات على المستوى الأكاديمي والمستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي أيضا تقدم المدرسة أكثر من برنامج للطلبة فهناك عبارة عن خلط بين البرنامج الأجنبي أو البرامج الأجنبية مع البرنامج الوطني ونبدأ بهذه التجربة من صف الكيجي تو وتمتد إلى صف السادس وبعد السادس يختار الطالب بأن يذهب في اتجاه المسار الأجنبي أو أن يبقى في المسار الوطني ويؤكد طلبة الفرير ممن هم على مقاعد الدراسة أن دراسة في كلية ديلاسال لها خصوصية معينة تحكمها العلاقة الحميمة بين المدرسة والطالب من جهة وبين عموم الطلبة من جهة أخرى أنا قليل بالمدرسة صار ست سنوات والمستوى التدريسي عالي جدا للمدرسة وأعلى من المدرسة التي كنت فيها وأنا جيت للمدرسة لتاريخها ولمستواها العلمي العالي الطاقم التدريسي بمدرستنا هي العائلة الثانية للطالب يعني الطالب عنده أي مشكلة بفتح قلبه الأستاذ ويحكي له كل شيء عنده والأسادس بيساعده يعني ما بواجه أي مشكلة مع الأسادس والأسادس هي عائلة الثانية الأجواء بين الطلاب دايما أجواء محبة وتعاون وأجواء بساعدوا بعضك ووقفين لبعض وقت الحاجة وأنا صار لي بالمدرسة 12 سنة وبعرف جميع الطلاب وحتى الطلاب اللي كانوا بالمدرسة وبطروا بالمدرسة مازلنا على اتصال معهم ودائما نسمع أخبار عن بعض وعلاقة صداقة طبعا دائمة يشار أن الفرير هو اسم مختصر لجمعية أخوة المدارس المسيحية التي تأسست عام 1683 في فرنسا ومؤسسها هو القديس يحن دي لسال الذي لقبه البابا بيوس الثاني بشفيع المعلمين ترجمة نانسي قنقر